موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الندوة الحدوارية التي سوف نتكلم فيها عن الإعلام الثوري ودوره في خدمة القضية الثورية نستضيف في هذه الحلقة معنا الأستاذ سيراج الدين مدير مؤسسة براق الإعلامية الأستاذ أبو فراس الحلبي إعلامي مستقل الأستاذ صلاح الأشقر إعلامي مستقل أيضا والأستاذ عمار الحلبي ناشط إعلامي ومراسل قناة شدى الحرية أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا طبعا ونستضيف الأخوة الموجودين هنا في الندوة مجموعة من الناشطين والإعلاميين والثوار في مدينة حلب أهلا وسهلا بكم جميعا أهلا وسهلا بداية أستاذ صلاح بعد خمسة أعوام من الثورة ما هو المستوى الذي وصل له الإعلام الثوري من المهنية والموضوعية وما هي قدرته على نقل الحقيقة وعلى نقل ما يجري من أحداث هنا في الداخل المحرار بداية بدي أقول كلمتين الإعلام الثوري كان له دور كبير بنجاح السورة واستمرار السورة لحد الآن بالنسبة لجواب على سؤالك للأسف الإعلام الثوري حاليا يجيد العمل على المعدات ولكن لا يجيد توجيه المعدات كيف؟ بكل بساطة نحن غير قادرين على توجيه الحراك الثوري إعلاميا غير قادرين على توجيه البوصلة أو تصويب البوصلة إعلاميا عكس ما بلشنا فيه بالبداية ما كان في عنا معدات ما كان في عنا آليات لاستخدام المعدات الاحترافية كنا نستخدم عدسة جوال أو كاميرا بسيطة كاميرا ديجيتال حاليا في عنا أفضل الكاميرات وأفضل معدات ولكن هالكاميرات مرتهنة لأجندات ليست بهدف نصرة الثورة إذن ما هي النسبة التي تعطيها حضرتك للأعلام الثوري الآن الموجود؟ حاليا ونحن عادين هنا 10% 10%؟ نعم مقارنة بماذا؟ مقارنة بالواقع الأعلام الثوري سابقا في بداية الثورة؟ الأعلام الثوري سابقا في 2011 هو اللي ورجى العالم كله بعدسة جوال صغيرة ورجى شو عم بيصير بسوريا؟ خلى العالم كله يأيد الثورة السورية ويناصرة حاليا الإعلام هو مرتهن بنسبة كبيرة للأسف إن كان للقنوات إن كان للأحزاب للسياسات المعينة بنسبة قليلة بقيان إعلام يناصر الثورة السورية بس للأسف العوامل كله كانت سلبية اللي وصلتنا لهم ما هو السبب برأيك؟ دخول المال السياسي المال السياسي دخل إلى المال؟ على الأعلام الثوري كما دخل إلى باقي المقاصل؟ كافة المجالات في الثورة السورية الثورة نعم سيد أبو فراس ما رأيك بما تكلم به الأخ صلاح؟ هل هو المال السياسي فقط هو من عطل عمل الإعلام وغيره وبوصلته؟ أم هناك عوامل أخرى؟ نعم أهلا وسلم بك بداية طبعا هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في ربما ضعف دور الإعلام الثوري بالذات هناك عدة عوامل إضافة للأسباب التي ذكرها الأستاذ صلاح هناك أسباب ربما تعود لانفصال أو عدم التكامل بين المؤسسات الإعلامية الثورية وربما المؤسسة العسكرية أو المعارضة السياسية هناك انفصال في الحقيقة بين هذه المؤسسات كل ربما يغرد على سرب خاص به المال السياسي كان له دور بالتأكيد والتشتت الإعلامي الحاصل هناك تشتت ربما هو جزء من التشتت الحاصل يأتي بالتوازي مع التشتت ربما في الفصائل العسكرية هناك ضعف تنسيق أيضا في المجال السياسي يعني الآن المرحلة صعبة جدا هذا الأمر لا يمكن العاقل أن ينكره الثورة السورية الآن تمر بربما بعنق الزجاجة ضغوطات كبيرة خارجية ربما نقول تآمر دولي على الثورة السياسية على الثورة السورية وأنعكس هذا الأمر على الإعلام ربما إذا قسمنا العاملين الآن في المجال الإعلامي إضافة إلى ربما المعدات أمر ثانوي وتحصيل حاصل لكن الفكرة هي الأساس بالعمل الإعلامي الحفاظ على أهداف ومبادئ الثورة رسالة الثورة للأشخاص الثوريين الحقيقيين في الإعلام الثوري وفي الثورة السورية لا يوجد إعلام حيادي نحن لا نتكلم الآن نتكلم نحن عن ثورة سورية خرجت ضد الظلم ضد الاستبدال فلا يمكن هنا أن نتكلم عن حيادية لأننا نحن الآن أمام طرفين لا يمكن أن تقف في وسط الطريق إما أن تكون مع الثورة وإنما أن تكون مع الطرف الآخر فالإعلام الثوري الآن في الثورة السورية يعيش في مرحلة صعبة ضغوطات كبيرة خارجية انعكست على الإعلام وباقي المجالات أن أمام الله نستفيد من أخطائنا كلنا مقصرون في هذه المرحلة والجهود التي نبذلها بالتأكيد لا ترتقي لدماء الشهداء التي تسيل يوميا على الأرض السورية نعم لكن أستاذ أبو فراس لكي نضع يدنا على الجرح كما يقال ما هي العوامل المباشرة لهذه النتيجة التي وصلنا إليها غير المال السياسي بالنهاية أنت لديك ثوار هم من تحولوا إلى نشطاء إعلاميين وإلى إعلاميين ربما مهنيين وربما أصبحوا على مستوى عالمي وعلى مستوى كبير جدا من المهنية ما هو السبب؟ دعنا من المال السياسي فهو موجود في كل مفاصل الثورة هل هناك أسباب أخرى؟ نعم إضافة لأسباب التي ذكرتها لك التآمر على الثورة السورية أحيانا كثير من العوائق تقف أمام الإعلاميين السوريين في إيصال صوتهم أو إيصال موادهم الإعلامية إلى الإعلام العالمي هناك ربما عدم تعاون من قبل بعض الوكالات العالمية بالنهاية تعلم أن الإعلام مسيس يعني الإعلام العالمي هو إعلام مسيس وخاصة في المرحلة الأخيرة هذا الأمر لاحظناه خصوصا مع بدء معارك مع تنظيم داعش الإعلام مسيس وتحول الآلة الإعلامية العالمية توجيه الإعلام استقبال المادة الإعلامية التي يبثها نشطاء الثورة أو تبثها الوكالات الإعلامية المحلية وإعادة تصديرها بما يتناسب مع مصاريحها ربما إضافة إلى المال السياسي والعوامل ولعب الدول الخارجية بالثورة السورية بما فيها الإعلام أيضا ربما أحد الأسباب الذي يعود إلى تشتت الإعلام كما ذكرت هو ضعف التنظيم أو عدم إيجاد مصدر إعلامي ثوري واحد تعدد المؤسسات دائما بالاتحاد قوة عندما تجمع أنت هذه الكوادر أو الخبرات في الحقيقة الإعلام الثوري يعني خرجها الكثير من الأشخاص الإعلاميين نرجو الله أن تقبل من استشهد منهم ربما المئات الذين استشهدوا وهم يعني يحملون كاميرتهم وهم ينقلون الصوت والصورة للعالم لكن هناك إذا أردنا أن نتحدث عن سوء إدارة أو ضعف تنظيم أو عدم إيجاد مؤسسة إعلامية واحدة تحمل رسالة إعلامية ثورية محددة هناك جهود كبيرة تبذل وهناك شباب إعلاميين يعملون لكن يعني لا تلقى لمستوى الحدث ربما تلقى لمستوى الحدث لكن متشتتة يعني كل يعمل فيه اتجاه لا يوجد منظومة إعلامية واحدة تضم كل الإعلاميين بحيث أن يصير الانطلاقة وعندما تحصر الجهود في اتجاه واحد بالتأكيد تحقق نتيجة أفضل إضافة إلى هناك ربما الوكالات أو القنوات دائما التلفاز هو الشاشة أو الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشارة إذا المجتمع موجود في كل بيت ربما هناك ضعف في عدم التفاعل لا يوجد تفاعل مباشر مع الحدث ببعض القنوات السورية التي نشأت في ظل السورة والمحسوبة على السورة ربما ضعف تنسيق أو ضعف التفاعل مع الأرض أتحدث الآن عن القنوات السورية القنوات العالمية لها سياستها لا نريد أن نتطرق إليها الآن عندما نتحدث عن إعلام ثوري نتحدث عن القنوات السورية ربما الآن بعيدة عن الواقع قليلا ربما المفاصل لا نريد أن نذكر أسماء قنوات بالذات ولكن هناك ضعف تفاعل مع الحدث بشكل يومي بطء في نقل الحدث وخصوصا الأحداث الأخيرة التي تشهدها مدينة حلب أو تشهدها سوريا عامة ربما هناك بعد عن الواقع قليلا فنقول لهم اقتربوا من الواقع أكثر وكونوا مع الحدث وليس بعد الحدث بـ 24 ساعة أو 48 ساعة وخصوصا أن في سوريا الأحداث متسارعة جدا جدا صحيح الأحداث تغير وهناك قرارات تتخذ خلال ساعات والأحداث متسارعة جدا والأحداث متسارعة ليس فقط في حلب بل في سوريا عامة وخصوصا مع هذه الأحداث الأخيرة التي تشهدها مدينة حلب محاولات النظام التقدم على بعض المحاور وتنظيم داعش والقوات الديمقراطية أيضا هناك أحداث متسارعة جدا تتغير الخريطة بشكل يومي هذا الأمر وهذه التطورات السريعة تحتاج تفاعل أكبر من قبل الإعلام وخصوصا الإعلام المرئي لأنه منتشر في كل مكان نعم هو الأكثر انتشارا سيد سيراج كما تفضل الأخ أبو فراس الحلبي أن هناك عدم تفاعل الآن من القنوات والوكالات الدولية هل كشرت الوكالات الدولية والقنوات التلفزيونية العالمية عن أنيابة أمام الثورة السورية؟ نحن لاحظنا في عام 2011 و2012 كان هناك تفاعل كبير مع القضية السورية هل كشرت عن أنيابة أمام الثورة السورية؟ ولماذا؟ أعتقد أن الإعلام في أي دولة أو أي قناة هي تابعة للسياسات الدولة الموجودة فيها السياسة العالمية حاليا أو ربما القرار العالمي حاليا هو قرار ضد الثورة السورية الإعلام العالمي الآن يسعى ضد الثورة السورية ربما مثال مع مؤسسة الوراق تحديدا قناة البي بي سي وهي قناة عالمية أخذت بعض المقاطع التي هي من قصف في منطقة الفردوس ثم نسبتها إلى أنها قصف للمعارضة على مناطق النظام حرفت وزورت الوقائع كاملة هل يندرج هذا الأمر تحت الخطأ؟ هذا لا يندرج تحت الخطأ وإنما تحت تضليل إعلامي قناة مثل البي بي سي تأخذ عن وكالات معروفة أنها وكالات ثورية تأخذ عنها ثم تقول أنه قصف في مناطق النظام هذا دائما يدرج ضمن تضليل إعلامي الفترة الأخيرة تم ضخ بشكل كبير على أن الثوار يقصف مناطق النظامه هذا أمر خاطئ والجميع يعلم أنه أمر خاطئ وإنما كان ينقصف بشكل عشوائي وجنوني على مناطق سلطرت الثوار ولكن الوسائل الإعلامية دائما تسعى أن تسيس وتسير الرأي العام باتجاه معين الاتجاه المعين الحالي هو ضد الثورة السورية نقطة مهمة جدا ذكر أخونا هي لماذا قصرنا نحن في المجال الإعلامي التقصير الأكبر كان بسبب أن الجميع تعلم كيف يحمل الكاميرا كيف يصور الدورات التي كانت تقام دورات في التصوير دورات في المونتاج دورات في التحرير دورات في كذا ولكن دورات الفكرية التي توجه الفكر التي تعلم الإعلامي كيف يقود سياسة إعلامية ناجحة في الفترة الأخيرة هاشتاغ حلب تحترق هاشتاغ اتفق عليه كل الثوار وكل النشطاء السوريين وكل الإعلاميين أعتقد أنه بلغ إلى المرتبة الأولى عالميا هذا كمثال حرك الرأي العام حرك الرأي العام العالمي إذن استطعنا ضمن الخبرات القليلة وضمن النطاق القليلة الذي لدينا أن نوصل كلمة للعالم أن حلب تحترق هذه الآلية في تقليب الرأي العام أو في تحريك وتغيير الرأي العام العالمي هذه ربما لدينا ضعف كبير بها الأمر الآخر أيضا الضعف في التواصل مع القنوات الإعلامية العالمية أم كيف؟ الضعف في طريقة التواصل أحيانا طرح الفكرة يحتاج إلى طريق وإلى آلية القنوات العربية أعتقد كالجزيرة وغيرها هي أساسا مهتمة ربما بالشأن السوري تأخذ بشكل عام ولكن القنوات الغربية الناطق باللغة الإنجليزية وهي اللغة الأولى عالميا نحن لدينا ضعف كبير بها لا أعتقد أن هناك إلى الآن مراسل في حلب يتكلم باللغة الإنجليزية وهذا أمر يحتسب علينا وهذا أمر سلبي جدا في مدينة حلب أن لا تجد ناطق باللغة الإنجليزية مراسل ناطق باللغة الإنجليزية ينقل باللغة العالمية وهي اللغة التي يستخدمها معظم سكان العالم هذا الضعف يجب علينا أن نرممه نرممه بطريقة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية وأيضا هذا ما نفتقره في عدة نقاط يجب علينا أن نركز عليها واحدة والأخرى أعتقد أن الخطأ الأكبر أو الضعف الأكبر في المجال الإعلامي وحسب وجهة نظري ليس المال السياسي وإنما هو ضعف التنسيق فيما بين الإعلامين هو أكبر خطأ وأكبر سلبية موجودة حاليا في الثورة أو في الإعلام الثوري نعم سيد عمار كما تفضل أخ صلاح منذ قليل أن الإعلام الثوري ضعيف دوره ضعف في توجيه البوصلة هل مهمة الإعلام أساسا هي توجيه بوصلة؟ أم نقل حدث؟ يعني لماذا نحن نقول هناك ضعف؟ إذا كنا نعلم جميعا أن مهمة الإعلام في كل دول العالم هي نقل الصورة كما هي يعني ليس مهمة توجيه بوصلة أو حرف مساء؟ تماما تماما هي مهمة الإعلام نقل الحقيقة ونقل الصورة كما هي ولكن نحن كأشخاص ثوريين نحن بالأساس أشخاص خرجنا من هذه الثورة وهدفنا هو إيصال الحقيقة للناس فبالتالي عندما نواجه عدة عقبات أمام نقل الحقيقة وأمام التشتت الإعلامي الموجود حاليا يعني نحن نشهده في جميع الساحات ليس فقط في مدينة حلب في معظم المحافظات السورية هناك تشتت في الإعلام هناك لا يوجد رأي واحد لا يوجد آلية عمل واحدة فبالتالي نواجه نحن هذه فعلا الصعوبات في نقل الحقيقة وإيصالها إلى المجتمع العالمي بشكل عام والمجتمع العربي أزيد أيضا على حديث الأخ سيراج تحدث عن نقطة مهمة بأن القنوات بشكل عام يعني بدأت الآن تهاجم الثورة السورية وليست لصالح الثورة السورية يعني لا تأخذ اليوم الحدث كما هو نحن ننقل الواقع وننقل الحقيقة كما هي كما نشاهدها أمام عيوننا وتوثقها كاميراتنا ولكن في الحقيقة بدأت معظم هذه القنوات ومعظم هذه الوكالات العالمية بتسيس المواد التي تخرج من الداخل السوري إلى أجندات أخرى وتخدم ما هو سبب برأيك؟ كما ذكرنا عدم التنسيق بين الإعلامين بشكل عام وعدم وجود آلية عمل واضحة يعني مشتركة ما بين الإعلامين مثال هاشتاغ حلب كما ذكر يعني كان هاشتاغ اتفق عليه الجميع فأخذ الصدى الإعلامي الكبير ووصل لكل العالم هذا الهاشتاغ بسبب وجود آلية عمل منظمة واتفاق واحد فبالتالي نحن إذا لم إذا نحن نملك قوة كبيرة لكن بحاجة إلى توظيف هذه القوة تمام في اتجاه معين نعم الآن سؤالي للأخوة الجمهور يعني ما رأيكم بالإعلام الثوري بعد هذا الكلام الذي سمعناه من الأخوة إلى أين وصل الإعلام الثوري؟ هل أدى مهمته كما يجب أن يقوم بها؟ محمول حبه ناشط إعلامي فبداية أول شيء بدأ أن تقضي أفك إستاذ سراج لما قال أنه نحن ما في عنا ناطق باللغة الإنجليزية طبعاً باللغة الإنجليزية في عنا عدة شباب بيحكوا الإنجليزية في طلاقة وموجودين ودائماً بيحاولوا أنه ينشروا على صفحاتهم الفيسبوك فيديو عابر ولكن ما عنده تواصل مع مؤسساته وما عنده تواصل مع عالم في الخارج ما في عنده فكرة كيف بدي يوصل هذا الشيء طبعاً نحن إذن هو ليس أعلامي هو ناشط فيسبوكي بالنهاية يعني إذا لم يكن لديه هذه التواصلات هو عالمي بس ما هو تبع لأي مؤسسة أو أي وكالة تترويج له هذا الشيء ترويج له الفيديوهات نحن طبعاً عملنا أكثر من فيديو من شأن ينتشر باللغة الإنجليزية ولكن ما حدا من الناشطين أو ما حدا من العالميين أو من المؤسسات الثورية المحسوبة على الثورة ما نشرت هذا الفيديوهات اللي انتعملت باللغة الإنجليزية وشباب موجودين بعدهم في الداخل بيحكوا باللغة الإنجليزية بطلاقة تماماً وبالنسبة للمعداد الأستاذ أبي فرص قال أنه هذا الشيء ثانوي طبعاً هذا المعداد لم لا شيء ثانوي أبداً أنت لما بيكون عندك فكرة بدك تعملها بدك في عندك فكرة تقرير معين بدك تعمله لصالح ثورة أو ترمز لمعاناة الناس في الداخل فأنت ما عندك معداد كيف حتعمل وإذا أنت قمت في عدowski معداد في بداية جدا ودعوا إلى Dongled فأنت في يا نفس الآن عندك عندك عالم و تعمل تقرير بطريقة احترافية وعالم خرج تعمل تقرير طريقة احترافية صار المشاهد يميز بين التقرير اللي عامل الذي عمل بطريقة احترافية بمعداد احترافية كأشيätz كاميرا احترافية كما بير المشاهد يميز وبنفس الآن الجبل أو فكرة يجب解 simulated طريقة البداية معدلة إلى ترويج أبداً ما عنده موتى على أي مؤسسة طبعاً المؤسساتنا اللي خلقت من رحمة الثورة هي عند عند شغل هو عبن عبن قل حقيقة بس الحقيقة ماي كاملة المؤسسات الثورية عديدة لو أنهم اجتمعوا كل ياتهم اجتمعوا بمؤسسة وحدة بما أنه كلهم هدف واحد هدف نقل الصورة من الداخل إلى الخارج فعنا نحن ثلاثة واربع مراكز في الداخل في مدينة حلب إذا كلهم عملوا مع بعضهم ومشتغلوا مع بعضهم تحت أي مسمى فهو أننا نتابعين للعلامة الثورية هذا كمال مشكلة شكراً نعود لكم بيوفي كما تفضلتم جميعاً وأجمعتم أنه التشتت والضياع هو الذي يتصدر المشهد في المشهد الإعلامي الثوري لماذا لم نجد حتى الآن بعد خمسة أعوام أو ستة أعوام من الثورة مؤسسة إعلامية جامعة ولتكن وزارة إعلام هناك لدينا حكومة ليس فيها وزارة إعلام حسب علمي لماذا لم نجد حتى الآن مؤسسة إعلامية تجمع كل هذه المؤسسات أو تصوب أو توجه أو تضع السياسة العامة الإعلامية لكل من يعمل في هذا المجال في الداخل أو لخدمة الثورة فضل أخي يوفي ياسي عندما تتحدث عن مؤسسة إعلامية جامعة أو وزارة إعلام بالتأكيد هذه تعتبر مؤسسة اعتبارية تحتاجها رسمية تتبنى إنشاء أو الإشراف على هذه المؤسسة هذا يأتي ضمن التشتت في ربما الذي نتكلم عنه السياسي أو حتى العسكري لا يوجد جهة عسكرية واحدة لا يوجد جهة سياسية أو حتى خدمية أو مدنية واحدة للأسف تعدد المؤسسات أو حتى المؤسسات المدنية أو الفصائل العسكرية هو يعني يعكس بشكل مباشر على تعدد المؤسسات الإعلامية لا يوجد لديك جهة رسمية واحدة تشرف على إنشاء هذه المؤسسات عندنا ربما نتحدث عن مجلس محافظة يعني هو أو حكومة كما ذكرت منذ قليل عندما يعني من يتوجب عليه القيام بإنشاء هذه المؤسسة هي الحكومة أين الحكومة؟ مقرها في غازي عنتاب؟ هل الثورة في غازي عنتاب أم في حلب؟ تفضلوا إلى حلب فلنعمل معاً نحن هنا نعمل بما يتوفر لدينا من أمكانيات نعمل بما يتوفر لدينا من أمكانيات لكن الحكومة لها مثلاً وزارد إدارة محلية تشرف على جميع مجالس المحافظات والمدن ولو هو إشراف نوعاً ما بروتوكولي أو فخري على جميع مجالس المحافظات والمدن على كامل التراب السوري محرر فلماذا لم نجد مؤسسة إعلامية أو وزارة إعلام تشرف على جميع المؤسسات الإعلامية الموجودة في الباب؟ نعم يعني أعاود لك نفس الجواب هذا السؤال يجب أن يسأل للحكومة أو من يقول أنه بالحكومة السورية المؤقتة أو حتى مجلس محافظة حلب هذه الجهات الرسمية هي التي تستطيع أن تجمع هذه الفعاليات أو هذه المؤسسات أو حتى الناشطين الذين يعملون هناك شباب يعملون بشكل متواصل وبشكل مستمر يعني لا يكلون ولا يملون عن العمل وعن تغطية أحداث الثورة سواء المدنية أو حتى العسكرية هناك شباب يعملون هناك مؤسسات تعمل بأفق الإمكانيات الموجودة لكن لا يوجد جهة رسمية ربما تحتضن أو ترعى هذه المؤسسات وتؤثرهم ضمن إطار جامع ربما يشابه وزارة الإعلام أو المؤسسة وطنية ثورية نعم سيد عمار كيف هي العلاقة بين الفصائل العسكرية وبين الإعلاميين الموجودين الآن على الأرض يعني من خلال وجودنا في معظم الجبهات أو في معظم الأماكن التي نتواجد بها من خلال معارك أو من خلال تغطيتنا للمعارك يعني هناك تعامل كبير بالنسبة للفصائل العسكرية بالنسبة للإعلاميين الموجودين على الجبهات أنا أتحدث عن العسكريين الموجودين على الجبهات يعني يكون التعامل مع الإعلامي هناك تعاون هناك مساعدة يعني يقدم لهم مساعدة اللازمة الاحتياجات اللازمة على الجبهات من حيث الأمان من حيث المساعدة التنقل هذه الأمور كلها موجودة ولكن على العكس تماما في الأرض يعني في المقرات نتحدث في الأماكن وجود الإعلاميين ضمن المكاتب الإعلامية ضمن المدنيين يعني في حال تغطية القصف أو الأحداث الباردة التي تحدث في مدينة حلب وريفها القصف أحداث باردة يعني باردة ليست العسكرية نعم لا أتحدث عن العسكرية أنا أتحدث عن القصف عن الحالات التي توجد ضمن المناطق المدنية يعني ضمن المدنيين في هذه الحالات هناك بعض العراقين تواجهنا مع العسكريين يعني يأتيك عسكري يقول لك أن لا تصوّر في هذه المنطقة أو لا تغطي في هذه المنطقة هناك مكان لا يسمح لك بالتصوير به هذه الأمور وجدناها حتى الآن موجودة في مدينة حلب يعني نلاحظ هذا الأمر طبعا تعقيبا على علاقة الإعلامي سواء بالفصائل العسكرية ستحدث عن علاقة الإعلامي بالمجتمع هذا ما كنت سوف أسأل يقصد الأخ عمار بتغطية الإعلاميين لما يتعرض له مثلا من قصف في مدينة حلب هناك بعض العقبات في تقبل المجتمع طبعا يجب أن نقدر نحن كإعلاميين الحالة التي يكون به هذا المدني الذي يخرج من بين الركام هناك بعض العقبات أو بعض المواقف التي تعرضها لها الإعلاميين من منع بعض الإعلاميين من التصوير هنا يعني تعرضوا لضرب في بعض الأحيان صحيح هنا الفكرة أنا برأيي الفكرة الآن هنا الفكرة التي تحدث عنها بأن الإعلامي هو يجب أن يقدر الموقف يعني الموقف الذي أنا ربما سأفتح كاميرتي وأبدأ بالتوثيق أو التصوير بالنهاية نحن كإعلاميين لسنا مصورين أنا لست مصور أنا إعلامي ثوري يجب أن أشعر بهؤلاء الناس يجب أن نكون معهم وأن أيضا نساعدهم في أن نحسن صورة الإعلامي نوضح صورة الإعلامي كيف يقوم الإعلامي يقوم بتصوير هذا الحدث تغطيط هذا الحدث لنقله للعالم ربما بعض الناس لا يتقبل هذه اللحظة هو خارج من تحت الأنقاض ربما يكون مصاب ربما يكون قد فقد بعض أبنائه هو بنظره بأن هذا الأمر هو أمر ثانوي هنا تأتي وظيفة الإعلامي ودور الإعلامي في إيصال دوره ورسالته للناس ليقوم بدوره على أكمل وجه إذن هناك تجاوزات من بعض الأعلاميين أدت إلى هذه النظرة من قبل المجتمع نحو الأعلاميين نعم يعني الإعلامي يجب أن يحمل الفكر يجب أن يحمل الفكرة يجب أن يوصل رسالته وأن يفرض نفسه بطريقة يعني يتقبلها الناس يشعر أولا الناس بأنه هو واحد منهم ويعيش معهم وبأن ما يقوم به دور يعني مهمة أساسية إذن لا يوجد مؤسسة أعلامية واحدة وتريد من الأعلامي أن يحمل فكر وهناك كثير من الأعلاميين خرجوا في عوام الثورة الأخيرة يعني هناك أعلاميين خرجوا بال2015 وال2016 فكيف له لهذا الأعلامي إن لم يكن لديه مؤسسة ولم يكن هو من أوائل الناس الذين خرجوا في الثورة لكي يكون له تصور واضح لهذه الثورة فكيف له أن يملك هذا الفكر إذا أنتم الأعلاميين القدامى لم توجهوا هذه البصلة نعم ذكرت منذ قليل أنه يتوجب علينا إيجاد مؤسسة أعلامية تحمل رسالة واضحة رسالة ثورية واضحة وفكر واضح يوجه الآلة الإعلامية الثورية نعم سيد صلاح تكلمت سابقا عن المال السياسي في الآلام يقول البعض أن تحولت الأعلام إلى مهنة ارتزاق مع انتداري من الجميع وللأسف أتكلم هذا الكلام ما هو السبب وكيف حصل هذا الشيء في غمرة من الثوار الثوار مثل ما بقولوا نايمين في العسل وصارت هذه الأمور ودخلت المنظمات والوكالات والقنوات وحولت بعض الإعلاميين المفترض أنهم ثوار قبل أن يكونوا إعلاميين إلى مرتزقة في بعض الأحيان سأجواب على هذا السؤال أول شيء عندي اعتراض كبير على كلامكم السابق وزارة الإعلام ما هي الحل بالعكس وزارة الإعلام تخليك الدجن للإعلام السوري تدخل بسندوق صغير وما تقدر تطلع منه الحل لرفع من سوية الوكالات الإعلامية أو الإعلاميين الموجودين حاليا هي رفض كفاءات من الخارج حتى تدير هذه المؤسسات تعطيهم الأفكار توجههم نحن نفتقد لأصحاب الأفكار لأصحاب الفكر موجود بس قليل فوزارة الإعلام برأي غلط كبير نعم شكرا لك عزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن الاستماع انتظرونا في الحلقة القادمة من الجزء الثاني من هذه الندوة ولكم منا جزيل الشكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة